الاتحاد العراقي يعلن عن تلقيه كتاب رسمي من نادي بوت بيورد السويدي يوافق فيه على طلب الاتحاد العراقي لكرة القدم برغبة ضم اللاعب الاي فاضل الى صفوف منتخب الشباب في كأس العالم للشباب اللاعب العراقي حسن عبدالكريم قام ايضا بسب وشتم الحكم بعد نهاية مباراة الزوراء والنجف ولجنة الانضباط لن تقرر اي شي لحد الان وحكم المباراة لم يقد شكوى ضد اللاعب بعد انتهاء المباراة بين الزوراء والنجف قام مدرب نادي النجف سعد حافظ بالبكاء على نتيجة المباراة علما ان نادي النجف للمباراة الثانية على التوالي يدخل في مرماه هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والتسعين باسم قاسم مدرب نادي الميناء على جميع المدربين المحليين وانا ظنهم ان يتقبلون الواقع الاسباني خيسوس كاساس افضل من مدربين العراق سابقا وحاضرا باستثناء المدرب عمو بابا رسميا الدولي العراقي علي الاحمادي افضل لاعب في ونبلدون عام 2022-2023 بعد تسجيله عشر اهداف وصناعته هدف واحد من اصل ثمانية عشر مباراة لاعب نادي الكهرباء علي جاسم يفوز بجائزة افضل لاعب لشهر اذار في الدوري الممتاز والمقدمة من شركة هيفلينك قريبا عدنانو درجال سيجتمع بادارة منشستر يونيتد لاقناعهم بالسماح لزيدان اقبال المشاركة في المونديال التزوير افت الفساد في منتخب الناشئين في الاروقة الفنية والادارية وحتى بين اللاعبين يوجد شكوك بوجود حالات تزوير عند حوالي ستة عشر لاعب من مجموع حوالي ثلاثة وثلاثين لاعب على الكادر التدريبي ان لا يضحف عن النتائج الوهمية للمزورين على حساب البناء الصحيح كما حدث مع منتخب الناشئين السابق مصادر خاصة لموقع العراق والد زيدان اقبال وعد الكابتن عدنان درجال بالتحدث مرة اخرى مع منشستر يونيتد بناء على رغبة نجله بتمثيل منتخب شباب العراق في منديال الارجنتين يذكر ان رئيس اتحاد القرة العراقية عدنان درجال يسعى للحضور الى مباراة بيرني الاخيرة امام كارديف سيتي في الثامن من مايو ايار المقبل لاقناع اللاعب بتمثيل منتخب اسود الرافدين محلل سعودي المنتخب العراقي للشباب لو لا التزوير بالاعمار لما تأهلوا الى كأس العالم للشباب واضاف نحن دخلنا البطولة باعمار صحيحة الهدف منها بناء منتخب قوي وصحيح للمستقبل المقبل التزوير لم يصنع منتخب نصيحة للعراق الابتعاد عن هذه الظاهرة المعيبة لسمعة الكرة العراقية ترجمة نانسي قنقر